هذا وقد شيعت في كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة جثمين سبعة عشر شهيداً غالبيتهم من الأطفال والنساء ارتقوا إلى جوار ربهم في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لهذه الكنيسة التي لاجأت إليها الكثير من العائلات بعد أن دمرت منازلها أو أخلتها بحثاً عن الأمان إضافة إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة وفقدان عدد آخر تحت الأنقاض وقرعت الكنيسة أجراس الحزن قبل أن يترأس المطران إليكسيوس صلاة الجنازة على الجثامين التي سجيت في باحة الكنيسة بمعاونة الأب سيلاس حبيب وبمشاركة الأب يوسف أسعد من كنيسة العائلة المقدسة للاتين والراهبات وجمع من المصلين الراحة الأبدية أعطهم يا رب ومع القديسين أرح أيها المسيح إلى هنا نفوس عبيدك حيث لا وجع ولا حزن بل حياة لا تفنى